قفوا بمخافة الله وانصتوا لسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلم نمار لوق البشير بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيئها هالليل يا مبار أركن الآتي باسم الرب إله القوات المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأباد أمين ولما دخلا كان يمشي في أريحا وإذا رجل يدعى اسمه زكا وهذا كان رئيسا للعشارين وكان غنيا وكان يطلب مريدا أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من أجل الجمع لأنه كان قصيرا في قامته فأسرع إلى قدام وصعد علاج ميزة لكي يراه لأنه كان مكتازا من جهتها فلما جاء يسوع إلى الموضع نظر إليه وقال له يا زكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي لي اليوم أن أكون في بيتك فأسرع ونزل إليه وقبله فرحا فلما رأى الجميع ذلك تزمروا قائلينا إنه دخلا إلى بيت رجل خاطئ ليستريحا فوقف زكا وقال للرب يا رب ها أنزا أعطي نصف أموال للفقراء ومن ظلمته شيئا أعوده أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم صار الخلاص لهذا البيت فإنه هو أيضا ابن إبراهيم لأن ابن الإنسان جاء ليطلبا ويخلصا الذي قد هلك أموال 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 ـ شكرا